أكدت جامعة الدول العربية أنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثون في السعودية في التاسع عشر من مايو المقبل وذلك عقب المشاورات التي أجراها الأمين العام أحمد أبو الغيط مع الحكومة السعودية وفدت المملكة بترحيبها بعقد القمة في التاريخ المشاري إليه وبحسب الجامعة العربية فإن القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والوزراء تمهد لنعقادها على مدار خمسة أيام